السلام عليكم، أنا دكتور ياسين إبراهيم تيم إيش أفضل علاج غير دوائي للسعال في الأطفال فوق عمر السنة؟ أدوية السعال ممنوعة في الأطفال أقل من سنتين وجدت الأبحاث أن العسل هو دواء ممتاز للسعال ولكن ممنوع استخدامه تحت عمر السنة بمعنى أن الأطفال من عمر سنة إلى سنتين أفضل دواء لهم عشان علاج السعال هو استخدام العسل الجرعة حسب موقع مايو كلينيك ملعقة صغيرة من العسل عند اللزوم علاج غير دوائي آخر فعال للسعال هو استنشاق البخار الدافئ مع المنثول يتم وضع كمية صغيرة من المنثول في وعاء في ماء ساخن ويتم استنشاق البخار هذا يساعد على وقف السعال بدون الحاجة إلى أدوية إذن العسل والسنشاق البخار مع المنثول هم عبارة عن علاجين غير دوائيين للسعال متمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وعجبكم اشتركوا في القناة عشان يجيكم فيديوهات أخرى ومع السلامة